كما يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار ونسأل كيف تنظر لمرسوم جلالة الملك بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء وحرص جلالة الملك المعظم في مثل هذه المناسبات الوطنية على الإفراج عن هؤلاء النزلاء من أجل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد أولا أرفع أسماء آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة وذكرى تولي حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم فيما يتعلق بأمر جلالة الملك بالإفراج عن عدد من النزلاء بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة ليست بالغريب على جلالته الذي عودنا دائما على مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى إدماج كافة أبناء المجتمع ومنح الفرصة الكاملة للمحكومين من أجل مشاركة في تنمية المجتمع وهذه المبادرة الإنسانية أتت في إطار خطوات جلالة الملك المعظم ورغبة جلالته الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع في عملية التنمية والبناء من جانب حقوقي أود أن أؤكد أن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالته أثلجت صدور دوي بنزلاء وعادت أبنائهم إلى أحطانهم من جديد في فرصة لعودتهم لحياتهم وبدأ صفحة جديدة لمستقبل مزدهر وهذا الأمر يؤكد في ذات الوقت أن أبناء البحرين جميعا دون استثناء هم محط اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه السيد علي أحمد الإدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك